خلال انعقاد أشغال اليوم الدراسي حول المراقبة الطرقية نظم لفائدة هيئة المراقبة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء جرت الدعوة إلى اعتماد مقاربة في مجال المراقبة الطرقية سقوم على استهداف الأماكن التي تشهد حركية نقل كبيرة وحواد السير مرتفعة لا سيما في ظل ضعف عدد المراقبين الحاليين وذلك من أجل تعزيز السلامة الطرقية طاقة الوزارة لأنه بالفعل تعطي واحد دينامية جديدة الملف ديال السلامة الطرقية ولكن أيضا ديال المراقبة الطرقية باعتبارها جزء أساسي ورئيسي في العملية ديال السلامة الطرقية الدور ديال المراقبة الطرقية بالأساس هو دور اللي تيدخل في إطار استراتيجي ديال الوزارة ككل أولا من حيط الحفاظ على الطرقات بمعنى أنه استعمال ديالها ثم أيضا مسألة ديال التنافسية العادلة بين مختلف المؤسسات الناقلة سواء كانت المسافرين لدى البضائع والملف ديال السلامة الطرقية الهدف من لقاء اليوم هو تحسيس بضرورة وأهمية المراقبة الطرقية ليس كعملية تقنية فقط لكن باعتبارها عملية تدخل في إطار المنظومة الشاملة للاستراتيجية المتعلقة بالسلامة الطرقية هذا اليوم هو يوم لتبادل التوجهات الاستراتيجية التي نعمل عليها على المستوى المركزي بشأننا نشاركوها مع المراقبين على المستوى الترابي والميداني هذا الشانج يجعلنا أننا نحددوا الأفاق جديدة للمراقبة الطرقية بحيث أنها تولي مراقبة عصرية للمراقبين ديالنا تنتزوا بالكفاءة العالية لا على المستوى المهاني اللقاء تضمن عروضا حول مراقبة نقل البضائع والنقل الجماعي للأشخاص على الصعيدين الوطني والدولي ومستجدات القانون الجنائي ودليل المراقبة